السلام عليكم ورحمة الله المسيح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام تواصل درجات الحرارة العظمى أكثر من المعدل بلغت اليوم في مدينة الكويت 48 درجة مئوية بينما بلغت في مدينة الجاهرة 50 درجة مئوية لذلك درجات الحرارة هذه الأيام أعلى من معدلها في شهر 6 للعشر سنين التي طافت من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل خلال يومين القادمين لكن مع بداية الأسبوع القادم ستكون درجات الحرارة العظمى حول المعدل ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية أما الطقس الحالي في مدينة الكويت فطقس حار حاليا ودرجة الحرارة الحالية 40 درجة مئوية رطوبة نسبية حاليا مرتفعة شوية على السواحل تصل ما بين 30 أو 20 إلى 50 بالمئة على السواحل وأيضا الجزر الرؤية الأفقية حالية ممتازة 10 كيلو الهواء حاليا شمالي شرقي سرعة 20 كلمتر فيها ساعة لكي تشريد شوية لرطوبة مرتفعة خاصة على المناطق الساحلية صورة القمر الصناعي توضح سماء صافية حاليا من القيوم المتوقع ظهور بعض القيوم المتفرغة خلال الساعات القادمة ولازلنا تحت تأثير المخفض الهند الموسمي اللي راح يكون مؤثر علينا طوال فترة الأسبوعوها أو طوال فترة الصيف وهو السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة أما الطقس المتوقع حتى منتصف هذه الليلة أو خلال الساعات القادمة إن شاء الله راح يستمر طقس حار ودرجات حارة راح تكون ما بين 35 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية على مدينة الكويت اللاحظ الهواء راح يكون معتدل على المناطق الغربية أما المناطق الساحلية والغريبة والسواحل وأيضا والبحر راح يكون الهواء نشط تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة يستمر الهواء الشمالي إن شاء الله إلى باتشر الصبح أو الصبح الساعة 6 راح يكون أيضا الهواء معتدل على المناطق الغربية وأيضا نشط على المناطق الساحلية الحرارة نسبي درجات حارة راح تكون ما بين 32 درجة مئوية على الغرب و34 إلى 35 درجة مئوية على السواحل والهوى مثل ما نلاحظ معتدل على الغرب وايضا نشط استمر النشاط على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة أما باتشل الظهر إن شاء الله فالرياح راح تكون نشطة على مجموعة أجزاء الدولة راح تكون تصل سرعتها قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مثيرة الغبار خاصة على المناطق الغربية والمكشوفة درجات حارة راح تكون بعد الظهر ما بين 45 درجة مئوية إلى 47 درجة مئوية لكن العظمى متوقع أن تصل إلى 48 درجة مئوية في مدينة الكويت وتنامس 50 درجة مئوية على المناطق الصحراوية أما باتشل بالليل فيكون الطخص حار أيضا ساعة 9 لاحظ درجات حارة ما بين أواخر الثلاثينات ما بين 38 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية في مدينة الكويت أيضا المناطق الساحلية 38 إلى 37 درجة مئوية أيضا نلاحظ الجزر 36 درجة مئوية أيضا استمرار نشاط الرياح الذي يرفع الموج قد يرفع الموج خلال 24 ساعة القادمة ما بين 2 إلى 5 أقدام أما المد الأول إن شاء الله الساعة 7 و 16 دقيقة الصبح المد الثاني ساعة 6 و 22 دقيقة مساء والجزر الأول ساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة الجزر الثاني ساعة 12 و 53 دقيقة ظهر يوم الجمعة أما موعد أذان الفجر إن شاء الله الساعة 3 و 13 دقيقة شروق الشمس الساعة 4 و 48 دقيقة قروب الشمس الساعة 6 و 46 دقيقة الطقس المتوقع خلال أيام المقبلة إن شاء الله سيستمر الطقس شديد الحرارة خاصة فترة الظهر متوقع أن تكون درجات حارة في مدينة الكويت خلال أيام الغادمة ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية نلاحظ يوم السبت والجمعة ارتفاع درجات حارة سيكون أكثر من الأيام البعدها شوية في انخفاض نسبي في درجات حارة ما بين 44 إلى 45 مع بداية الأسبوع الغادم لكن يوم الجمعة والسبت متوقع أن تصل إلى أكثر من 47 درجة مئوية في مدينة الكويت 47 درجة مئوية لكن في المناطق الغربية قد تلامس 50 درجة مئوية أما الصغرى فتوقع أن تكون ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية الرياح ستكون نشطة السرعة خاصة فترة الظهيرة على مجمل مناطق الكويت أما مساء ستكون نشطة على المناطق الساحلية والبحر سرعتها تتراوح ما بين 15 إلى 50 كلمتر في الساعة مثيرة للقبار خاصة على المناطق المكشوفة كانت هذه النشرة الجوية نترككم الآن مع درجات حارة والتقس من توقع حول العالم والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنق